موسيقى عاد عدد من الطلاب العرب الذين يدرسون في جامعات أوكرانيا إلى البلاد عبر مطار اللد حيث استقبل الأهالي الطلاب وعبروا عن ابتهاجهم لعودة أبنائهم بخير وسلام يشار إلى أن هناك المزيد من الطلاب العرب في الجامعات الأوكرانية عالقون في عدة مدن دون أن يتمكنوا من مغادرة حدود أوكرانيا هذا ورفض قسم من الطلاب العودة من أوكرانيا إلى البلاد بسبب رفض جامعات منظومة التعليم عن بعد وأخرى هددت بمعاقبتهم في حال تركوا مقاعد الدراسة أكدت الوكالة اليهودية أن أكثر من خمسة آلاف أوكراني سعوا للحصول على استفسارات حول الانتقال إلى إسرائيل بعدما بدأت روسيا الخميس الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا ووفق متحدثة باسم الوكالة التي خصصت خطا ساخنا لتقديم المساعدة لليهود الراغبين في الهجرة فإنها طلقت الأسبوع الماضي أكثر من خمسة آلاف طلب بهذا الخصوص وبحسب القانون الإسرائيلي يحق لليهود وأبنائهم وأحفادهم وأزواجهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية بمجرد قدومهم إلى البلاد فيما توكل مسؤولية تقييم طلبات الهجرة والموافقة عليها من عدمها إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قبلت المحكمة العليا في إسرائيل بشكل جزئي استئناف أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وأكدت عدم جواز إخلائهم من منازلهم حتى البت النهائي في ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين أو التوصل إلى تسوية وقررت العليا الإسرائيلية أن أهالي حي الشيخ جراح سيبقون في العقارات التي يسكنون بها حتى الانتهاء من إجراءات التسوية على ملكية أراضي الحي مقابل دفع رسوم إيجارات مخفضة واتخذت العليا الإسرائيلية قرارها بأغلبية قاضيين يتسحاق عميت ودفن باراك في حين عرض القرار القاضي نوعام سولبرغ الذي مثل رأي الأقلية وطالب برفض الاستئناف الذي تقدم به الفلسطينيين أكدت القائمة المشتركة معارضتها المبدئية لقانون رفع مخصصات التقاعد للجنرالات والجنود المقاتلين في جيش الاحتلال وشددت على أنه يأتي على حساب الطبقات المستضعفة وأشارت القائمة المشتركة في بيان لها أن القانون يأتي على حساب من يعانون من رفع للأسعار وآخرها سعر البنزين في ظل استمرار غلاء المعيشة الذي يلمسه الأهالي بشكل يومي وأوضحت أن التصويت إلى جانب هذا القانون بمثابة دعم مباشر لتعزيز الاحتلال وجنوده الذين يتسببون بالمعاناة اليومية لشعبنا من خلال الاعتداءات والتضييقات وجرائم القتل وحماية المستوطنين وجرائمهم وشددت على أنها ستعمل جاهدة على إسقاط القانون وقفت أسمهان جبيلي القادمة من مدينة الطيبة هي وعشرات المحتجين والمطالبين بلم شملهم مع عائلاتهم في تظاهرة احتجاجية سبقت انضمامهم لجلسة لجنة الخارجية والأمن التي تناقش قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية قبل طرحه في القراءة الثانية والثالثة وفي أجندة أسمهان المطالبة بتحسين بنود قانون تسبب لها بالمعاناة اليومية في كثير نقاط في البنود اللي احنا بدنا تعديلها كما النقطة كثير مهمة احنا بدنا رقابة على مكاتب الداخلية في الدولة لما العائلات بتتوجه لتمديد الطلبات لتقديم الطلبات كيف بتعاملوا مع هذه العائلات وكحال أسمهان تواجد نادر أبو هليل ليطالب بتمديد صلاحية هويته المؤقتة والتي يعاني في كل عام من تجديدها بسبب البيروقراطية التي تتبعها المؤسسات الإسرائيلية حصلت على الهوية المؤقتة بعد 16 عام كمان والهوية المؤقتة من يوم أخذتها لحد برضو كل سنة جدد هوية مؤقتة وجيب إثباتات وجيب فحوصات ومش عارف إيش وشغلات برضو كمان تعجزية تفائل المحتجون بسقوط القانون قبل سبعة أشهر ولكن اليمين الإسرائيلي يعيد طرحه من جديد مع تعديلات تزيد من معاناة العائلات منع لم الشمال أو قانون ما يسمونه قانون المواطني هو قانون عنصري بامتياز الخطر في الموضوع أن حتى شكيت تحاول الآن إدخال بنود إضافية من خلال القوانين التي قدمها سمحة روتمن وغيره هي تأخذ بروح ومبادئ قانون القومية يعني تجعل القانون أكثر خطر حتى من الصيغة السابقة على طاولة حكومة اليمين العديد من القوانين العنصرية والتي تساهم في طعمق سياسة فرق تسد مثل قانون الطائفة الدرزية الذي تطرحه الحكومة في محاولة لامتصاص الغضب الذي تسبب به قانون القومية العنصري وقانون رفع مخصصات التقاعد للجيش الذي يساهم مستقبلا في تعزيز قوات الاحتلال وعدد المتجندين في صفوفه شهران ونيف يفصلان عن الذكرى الأولى لهبة أيار حين التحم الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته نصرة للقدس والأقصى وحي الشيخ جراح ورغم مرور عشرة أشهر على الاحتجاجات إلا أن النيابة العامة تستمر بالاستئناف على أحكام المعتقلين من المدن والبلدات العربية والمختلطة في الداخل وتطالب بتشديد العقوبات عليهم تم تقديم ما يقارب الـ 30 لأحد اتهام على الأغلب أكتر من 30 يعني قريب الـ 32 جزء منهن تم إطلاق صراحه بشروط جزء منهن جزء من اللي تم إطلاق صراحهن موجود بشروط بشددي يعني حبس منزلي مع إصورة الإلكترونية منسميها إحنا أزيك إلكتروني جزء منهن موجود بحبس منزلي وقد استجابت المحكمة مؤخرا بشكل جزئي إلى استئناف النيابة العامة التي طالبت بتمديد فترة السجن لأحد الشبان من مدينة عكا صراحة أنا كنت متوقع أنه إذا المحكمة العليا بدها تغير الحكم فتوقعت أنه يزيد الحكم بين 5 إلى 6 شهور مش أكثر من هيك أما لما زادوها 10 شهور عم نحكي حسنا 22 شهر هذا بحد ذاته يعاد سابقة وهون يعني زي المحكمة العليا أعطت ضي أخضر للمحاكم الصلح ومحاكم مركزية أنه ما تتهاون وما تتساهلوا وتسعى المؤسسة الإسرائيلية المتمثلة بالنيابة العامة من خلال مطالباتها بتشديد العقوبات على معتقلي هبة الكرامة إلى ثني الشباب والشبات العرب من الخروج مجددا إلى الشوارع دفاعا عن أبناء شعبهم وتصديا للمخططات الإسرائيلية بتهويد القدس واقتلاع سكانها الأصليين يعني هناك أهم درس أو أهم معلم بالنسبة لنا هو تجربتنا نحن الفلسطينيين في الداخل ومستوى الشعب الفلسطيني هناك درس أساسي في من 48 لليوم أنه كلما زاد عنف الدولة زاد عنف هوان المقاومة للدولة أو المواجهة لسياساتها شعبيا جمهريا سياسيا ولم يكسروا بالعكس يعني هناك في كل المواجهات هناك أكثر عنفوان بالذات لدى الرجال الشابة أن تواجه هذا العنف بعنفوانا وهناك معركة إرادات معركة إرادة مقابل معركة قمع وأعتقد أنه لست الطرف الضعيف فيها بهذا المفهوم لأننا نملك شعب ولا هم يملكون أدات قمع وهذا يختلف عشرات المعتقلين من أبناء المجتمع العربي ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية أو يخضعون للحبس المنزلي مع سوار ألكتروني هم بأمس الحاجة لدعم أبناء شعبهم في مواجهة التهم التي توجه إليهم والتي جاءت لتعاقب الجماهير العربية التي هبت عن بكرة أبيها دفاعا عن أرضها وبيوتها ومقدساتها هدمت الجرافات الإسرائيلية بحماية قوات الشرطة منشأة مملوكة لعائلة أبوغنيم مقابل المقبرة الإسلامية الغربية في مدينة اللود بذريعة البناء غير المرخص وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الحي وباشرت بعملية الهدم بعد محاصرة المنطقة ومنع الأهالي من الاقتراب لمكان تنفيذ عملية الهدم وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنشاة والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 ألف في قانون التنظيم والبناء كما تشهد بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنة وقدم طاقم طبي لعلاجات الأولية للمصاب وتم نقله إلى مستشفى بوريا بالقرب من مدينة طبرية فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون التبليغ عن أسبابها واعتقال مطلق النار ومنذ مطلع العام الجاري بلغ عدد ضحايا العنف والجريمة بالبلدات العربية 16 قتيلا لا يشمل ضحايا الجرائم في مرتفعات الجولان العربي السوري والقدس المحتلتين على الرغم من تواجد الشرطة الإسرائيلية في مناطق شهدت توترا وجرائم قتل في غياب قيادة الشرطة تم تنظيم المؤتمر القطري لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي وذلك في القصر الثقافي بمدينة رهط في النقاب بهدف تسليط الضوء على جائحة الجريمة التي تفتقه بالمواطنين العربي في إسرائيل اليوم من أجل أن نضع المشاكل على طاولة متخذية القرارات في هذه الدولة وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي وأيضا موزراء المعنيين وموظفي الحكومة الذين سيتوجدون في هذا اليوم القضايا هي القضايا حارقة عندما تحترق ساحة ביתי ستحترق أيضا ساحة الجاروب בפועל התוכניות הארוכות הטווח של הממשלה גם תוכנית 550 שדיברו עליה היום וגם 549 וגם התוכנית לגבי הבדואים שתאושר בשבוע הבא הם תוכניות תשתיתיות שיוסיפו מימדים של חוסן חברתי את תחבורה ובריאות וחינוך וכו אני עוסק במשהו אחר בכאן ובעכשיו עם מה שיש איך לעצור את ההשתלול جاء المؤتمر بتنظيم من وزارة الأمن الداخلي السلطة الوطنية للأمن المجتمعي وبلدية رعاط بمشاركة وزير الأمن الداخلي عمر برليف الذي قال في حديثه أنه خلال الشهر الأخير تم اعتقال أكثر من 150 مشتبها بحيازة أسلحة غير قانونية وأنه يتم ضرب منظمات الجريمة في المجتمع العربي اقتصاديا وتجفيف مواردها ضمن مكافحة الجريمة أنا أعتقد أنه كل عمل فيه تحشيد جماهيري أو وضع موضوع الانف الجريمي في مجتمعنا العربي على الطاولة وأمام الجمهور إن كان من خلال الإعلام وإن كان من خلال مؤتمرات وإن كان من خلال أبحاث هو عمل مبارك ومهم ولازم أن نعززه اليوم تقريبا وضعنا اللمسات الأخيرة على الخطة الجديدة لمكافحة جريمة العنف في مجتمعنا العربي في النقب رأينا الميزانيات متى ستصل رأينا البرامج المعدة لذلك رأينا النقب سوف تدخل مرحلة التنفيذ في إطار مكافحة الجريمة بالتنصيق مع الدولة والشرطة والسلطات المحلية وكافة الجمهور هم بيحكوا عن العنف أصلا بيحكوا عن كيف نزلوا ظاهرة العنف في المجتمع العربي وطبعا أول ما بدوا الوزير الأمن الداخلي بدأ يحكي عن العنف أحنا ودنا ناخذ سيارات العرب أحنا ودنا ناخذ جبات العرب أحنا ودنا نبدأ يعني هم أصلا البوليسي بيحكي في ظاهرة عنف بقي أن يشير أنه تخلل المؤتمر حلقات حوار تناولت خطة مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي والمشاريع الحكومية وتأثير الحداثة على آفة العنف حيث لفت المتحدثون إلى ضرورة العمل كمجتمع من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على الأمن والسلم الأهلي لعرب الداخل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل خمسين حالة وفاة وثماني آلاف وثلاثمائة واثنتين وسبعين إصابة كورونا جديدة وسط تراجع ملحوظ بعدد الإصابات الخطيرة ووفق معطيات الوزارة يرقد في المستشفيات ألف وثلاثمائة وسبع حالات بينهم خمسمائة واثنان وثمانون بحالة خطيرة ومائتان وخمسة عشر تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي اكتظاظ الصفوف في الكثير من مدارس البلاد لازل يشكل تحديا وإشكالا مستعصيا ذي مألات وأثار على المسيرة التعليمية والتربوية لسيما في مدارس المجتمع العربي التي تعاني نقصا شديدا بعدد الصفوف تعاني وسطنا العربي من نقص شديد في الغرف التدريسية والتعليمية وخصوصا في جنوب البلاد لذا نناشد وزارة المعارف أن تتبنى بناء مدارس جديدة في البلاد المقتضة لتتلاءم مع عداد الطلاب وظاهرة النقص هذه نشاهدها حقيقة في السنوات الأخيرة وهذا يؤثر سلبا على التحصيل العلمي والاجتماعي والتربوي بالطلاب أقامت وزارة المعارف في السنوات الخمس الأخيرة ربع الغرف الصفية فقط من تلك التي تحتاجها المدارس فيما تتسارع الحاجة لصفوف جديدة بوتيرة تفوق عملية البناء وبحسب معطيات صادرة عن مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيسة فإن النقص في عدد الصفوف ارتفع خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بنسبة 63% خصيصا بالمدارس العربية تقرير مركز البحوث والمعلومات التابعة للكنيسة الذي أفاد أن هناك نقص بأكثر من 63% في الغرف الدراسي وأيضا عداد مضاعفة في الروضات والبساتين هذا يؤكد ما قلناه دائما أن بعض المدارس تعلم في المختبرات وفي الملاجئ وفي غرف الحاسوب وأيضا نقص كبير في غرف التعليم في النقب وهذا يؤدي إلى فجوة كبيرة بيننا وبين التعليم اليهودي حيث أن بعض المدارس النقص كبير جدا ويعلمون أيضا في الكارفانات وفي البيوت المستأجرة إجحاف وغبن يمارس بحق جهاز التعليم العربي على أصعدة كثيرة لا تتوقف عند حد تعداد الصفوف وتعمق المزيد من الفجوات في تجل صارخ للتمييز المستمر الذي يطال المدارس العربية على مدار عقود شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة جنين جثماني الشهيدين عبدالله الحصري البالغ من العمر 22 عاما وشادي خالد نجم البالغ من العمر 18 عاما إلى مثواهم الأخير في مخيم جنين ورفع المشيعون العلم الفلسطيني ونددوا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي داعينا لمواصلة النضال ورص الصفوف وإنهاء الانقسام ليتمكن الشعب الفلسطيني من التصدي لهذا العدوان وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين الإضراب الشاملي وإغلاق المحال التجارية حدادا على روحي الشهيدين يذكر أن مصادر طبية في جنين أعلنت الشهاد الحصري ونجم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب آخر بالرصاص الحي في الأمعاء ووصفت حالته بالحرجة فيما اعتقلت الوحدات الخاصة الإسرائيلية الأسير المحرر عماد جمال أبو الهيجة ينادون فنلب النداء ينطفضون بخطوات تصعيدية احتجاجية ضد واقعهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليهب الشعب الفلسطيني إسنادا ودعما لأيقونات الحرية وقضية الشعب الفلسطيني الأكثر وجعا وفخرا وأحد دعائم مقومات القضية الفلسطينية مسيرات في مختلف محافظات الوطن جابت شوارع ومراكز المدن تلبية لدعوة مؤسسات الأسراء نصرة وإسنادا للأسراء والأسيرات في خطواتهم التصعيدية والنضالية المستمرة في السجون كافة لحماية منجزاتهم التي حققتها الحركة الأسيرة عبر نضال طويل في الوقت الذي يواجهون فيه هجم شرسة بقرار سياسي تشارك فيه أجهزة الاحتلال كافة وبمستوياتها المختلفة ينفذ الأسراء في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا عن الطعام ليوم واحد ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن ذلك جزء من البرنامج النضالي المستمر لليوم الرابع والعشرين على التوالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية مؤخرا والذي ارتكز بشكل أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون وبمشاركة الفصائل كافة لا ردود عملية أو جدية من قبل إدارة سجون الاحتلال على مطالب الأسرى الفلسطينيين والتي أبرزها وقف إجراءاتها الهادفة لسلب الأسرى منجزاتهم ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروج الأسرى إلى صحة السجن الفورة من حيث المدة وأعداد الأسرى كما وأن جميع المعطيات الراهنة تشير إلى أن إدارة السجون ذاهبة نحو مزيد من التصعيد مواجهات في مختلف السجون الإسرائيلية منها ريمون وعوفر ونفحة قمع همجي وعقوبات جماعية يتم فرضها على العديد من الأسرى الفلسطينيين بهدف التضييق عليهم وكسر إرادتهم في الوقت الذي توجه فيه الحركة الأسيرة عدة رسائل تحذر من مخاطر هذه الهجمة في حال استمرت ووسط دعوات من مؤسسات الأسرى للتغريد في مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ انتفاضة الأسرى بعنوان قرارنا حرية لمناصرة قرار الأسرى لداريين في مقاطعتهم حاكم الاحتلال يواصل نحو 500 أسير منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي المقاطعة الشابلة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري ويواصل الأسرى لداريون المرضى مقاطعة عيادة السجن منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم 4500 حلم بالحرية بينهم 34 أسير ونحو 180 طفلا جميعهم نماذج مميزة في الوعي الجمعي الفلسطيني وإثبات لفشل محاولات الاحتلال بانتزاع القضية والأرض منهم من خلال تغييبهم عنها قصرا تنتظر عائلاتهم وشعبهم عودتهم وتروي قصتهم النضالية لتشكل سياسة الاعتقال تذكيرا دائما بالحق الفلسطيني بالعيش بحرية وكرامة على أرضه وبين شعبه دانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وقمعها الوحشي للمواطنين الفلسطينيين الذين نظموا احتفالية خاصة بذكرى الإسرائي والمعراج في باب العمود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة وأصدر رئيس اللجنة رمز خوري بيانا حيا فيه صمود أهالي مدينة القدس المحتلة عاصمة دولتنا الأبدية والمدافعين عن المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في وجه آلة القمع والتهويد الاحتلالية التي تسعى لتغيير وجه المدينة العربي الإسلامي المسيحي ومحاولة تغيير طابعها الحضاري والتاريخي والقانوني والديني وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة التدخل السريع لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي يتسبب بمعاناة وظلم واضطهاد الفلسطينيين ومصادرة أبسط حقوق الإنسان التي نصت عليها مواثق حقوق الإنسان العالمية وقرارات الشرعية الدولية طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عملياً كما وطالبت الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها كما طالبت الوزارة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة كما طالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير بالتعامل مع القضايا الدولية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا واحترام قراراته وتنفيذها ترجمة نانسي قنقر اشترام قدوات المستشف程 بدأ نراك المترجم للقناة المترجم للقناة